نيجي بقى للأحداث والتطورات بالنسبة للاشتباكات بين الجنرالين أو قوات الجنرالين جنرال برهان والجنرال حامتي للأسف بالرغم من امتمديد الهدنة 72 ساعة أخرى حدثت انفجارات وتجدد للاشتباكات بمحيط منطقة المطار بالخرطوم الصور أظهرت عميد الدخين تتصعد في سماء الخرطوم جراء الاشتباكات الأزمة السودانية الحقيقة كده يعتبر 21 يوم من الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ظل إعراب كل الترفين عن موافقة تهمة على هدنة إنسانية فيما أكدت القوى السياسية في السودان أنه ليس هناك أي طرف قادر على الحسم العسكري وأن حل الأزمة لابد أن يكون سياسي لكن حقيقة الجيش السوداني رافض رافضا تاما أنه يكون في أي نوع من أنواع المفاوضات للأسف الشديد وطبعا كان في فترة الليل بيسود الهدوء وفي بعض الأوقات تانية هناك هدوء ولكن الهدنة تخرج دائما والجيش السوداني أعلن في بيان له عن إحباط وجوم القوات الدعم السريع على مدينة الأباية شمال كوردفان حيث توجد ثاني أكبر حمية عسكري في البلاد وأيضا الجيش قال أنه فرض سيطرة كاملة على المدينة وبيان قال أن قوة الجيش اشتبكت مع الدعم السريع وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح مع تدمير ثلاث مروحيات أما قوات الدعم السريع فجر اليوم الجمعة أكدت قبولها طلب وقف إطلاق النار في السودان والالتزام به كما أعلنت قبول تمديد الهدنة لـ 72 ساعة بوساطة سعودية أمريكية أما السفير ضفع الله الحاج مبعوث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أكد على أن الهدنة الحالية في السودان إنسانية مؤكدا عدم موجود اتفاق أو مفاوضات مع قوات الدعم السريع المتمردين الكتال الكثيف استمر في السودان أمس الخميس على الرغم من اتفاق الهدنة والمخابرات الأمريكية حذرت من أن كل من طرفي استراع يحاول فرض سيطرته قبل مفاوضات محتملة الحال مفاوضات المحتملة اللي المفروض يعني جدة هي اللي يعني هتحتضن هذه المفاوضات مفيش منها أمل غير قصة أنه يكون فيه أمور لها فتح معابر إنسانية أو هدنة لدخول الإغاثات للإجلاء ولكن ما فيش أي أمل فيه أنه يكون فيه تفاوض لإنهاء هذا الصراع الممتد الأكثر من 20 يوم حتى الآن كمان كان فيه حاجة خطيرة جدا تقارير بتقول أنه الأطفال هم أكتر حد مظلوم في هذه الاشتباكات حيث أنه هناك سقوط سبعة أطفال كل ساعة بين قتيل وجريح وده حسب تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تفيد هذه التقارير بسقوط سبعة أطفال كل ساعة بين قتيل وجريح بسبب الاقتتال الدائر في السودان وصفت منظمة الأمم المتحدة الوضع في السودان بالقاتل والمتجه نحو الكارثة مضيفة أن المعارك المستمرة تضع الأطفال بشكل متزايد في مرمى نيران وتحصد أرواحهم بعداد كبيرة ومرعبة أضافت اليونسيف أن شدة العنف تمنعها من التحقق من التقديرات لكن التقارير التي لديها تفيد بمقتل 190 طفل وإصابة 1700 أخرين وحذرت اليونسيف من أن الواقع قد يكون أسوأ بكثير طبعا هناك مئات الأشخاص القتلوا وفر مئات الألاف من منازلهم في السودان منذ متق المعارك قبل ثلاثة أزابيع والمفاوضية السامية لأم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت أنها تستعد لتضفق 860 ألف شخص من السودان إلى الدول المجاورة بينما فر حتى الآن أكثر من 113 ألف شخص من البلاد ونزح مئات الألاف من السودانيين داخل البلاد الجيش السوداني أعلن إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية والنقاش ومفاوضاتها تكون غداً وكلها زي ما قلت لحضراتكم هتكون مفاوضات لها علاقة بالجانب الإنساني فقط لغير وأنه بالفعل الوفدين وصل إلى جدة اليوم وهناك وساطة سعودية أمريكية في هذا الشأن وكانت الحقيقة الجيش السوداني كان أعلن عبر صفحته على الفيسبوك في إطار المبادرة السعودية الأمريكية التي تم ترحاها منذ بداية الأزمة غادر إلى مدينة جدة مساء اليوم وفد الكوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجرى تجديدها بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية لمواطنين في ظل الأوضاع الرهنة يعني ده اللي بقول لحضراتكم مش هيكون مفاوضات عشان إنهاء الصراع فقط مفاوضات بالنسبة للجوانب الإنسانية والألاف في السودان يبحثون عن توقي النجاة من الحرب المستعرة للإسبوع الثالث معاناة مضعفة للطلاب الأفارقة في السودان وأخرى على حدود دول الجوار طويلة ومرعبة إلى بر الأمان أثقلت كاهلة هؤلاء الطلاب الأفارقة وزادت معانتهم آخر ليلة هانئة في المكان الذي احتضن طموحاتهم أنزلت الرعب في نفوسهم وتركت مئات النيجيريين في العراء لمدة سبعة أيام مؤلمة حقائب مكدسة لم لم هؤلاء فيها ما طالت أيديهم أولا فلم تعد الذكريات تهم إنما الخلاص أهم دول غنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أرسلت طائرات لإجلاء رعاياها بينما كافح العديد من الأفارقة لإيجاد مخرج من العاصمة التي مزقتها الحرب تكدس الآلاف في الحافلات والشاحنات في الرحلة الممتدة لثمانمائة كيلو متر برا من الخرطوم إلى بورت سودان في ولاية البحر الأحمر للصعود على متن السفينة بينما توجه آخرون صوب الشمال لمسافة تبلغ ألف كيلو متر إلى حدود مصر ليجد أنفسهم عالقين في صفوف انتظار تستمر أياماً للسماح لهم بالعبور لكن مع تزايد الأعداد وشح الوقود قفزت أسعار التنقل إلى مئات الدولارات لتكون بعيداً عن متناول الكثيرين ومن بينهم الطلبة كان الوضع صعباً للغاية عنينا الكثير عندما نقلونا من الخرطوم إلى الحدود المصرية قضينا سبعة أيام هناك وكان المكان غير صحي أبداً لقد كان موقفاً صعباً للغاية الحكومة النيجيرية حاولت استئجار مئتين وخمسين حافلة لإجلاء حوالي خمسة آلاف وخمسمائة من مواطنيها لكنها لم تستطع المؤسف بقى أن في تقارير دولية عن سرقة أطنان من المساعدات الإنسانية سرقة كميات كبيرة المساعدات الإنسانية في السودان تصل كميتها إلى أكتر من 13 مليون دولار منذ اندلاع القتال منذ ثلاثة أسابيع بحسب تقديرات برنامج الغذاء العالمية المساعدات المنهوبة تقدر بـ 17 ألف طن من المواد الغذائية ونبه البرنامج إلى خطورة انتشار أعمال النهب في البلاد ومنظمة الأمم المتحدة اللي التفولة حذرت من أن الأوضاع تتجه نحو كارثة إنسانية مع تزايد وقوع الأطفال في مرمى النيران طبعا دول الجوار وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول تحاول على التدخل وقف القتال وبدء حوار لحل الأزمة لدرجة أن هناك تهديدات من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه أصدر أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على السودان وقال أن الكتال يجب أن ينتهي وإلا سيتم عودة العقوبات بشكل أشد وأعنف على أشخصيات وعلى أيضا السودان مدير الاستخبارات الأمريكية للأسف بيتوقع أن يستمر الصراع لفترة طويلة لأن كلا الجانبين يعتقد أنه قادر على حسم الأزمة عسكريا ولكن القوات السياسية أكدت أنه لا يوجد طرف قادر على حسم الأزمة عسكريا فشل وقف إطلاق النار الأخير في السمود واستمر سماع دوية الانفجارات العنيفة في العاصمة الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين بالنسبة لمبعوث البرهان كان الحياة بيتحدث أيضا السفير دفع الله الحاج كان بيقول أن تدويل أزمتنا ممنوع ولا نقبل بالوساطة الجانب أو يعني الوفد الخاص ومبعوث الجيش السوداني بكتادة البرهان الحقيقة مسرين على أنه لا لا مفاوضات مع المتمردين وأنه هم مستمرين في القتال إلى حين إضعاف هذه القوة اللي هي قوات الدفع السليم بالنسبة لوزير الخارجية الأمير فايصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الأمريكا أنتوني بلينكين وناقش الوزيران المستجدات الأوضاع في جمهورية السودان وأكد على أمية وقف التصعيد ليه الكلام ده؟ لأنه الحقيقة الوساطة السعودية الأمريكية اللي جعلت أو يعني نجحت في أنه يكون فيه وفدين من القوتين قوات الجيش وقوات الدعم السريع راحوا للجدة النهاردة وصلوا بالفعل ويكون فيه المفاوضات غدا ولكن المفاوضات ستكون للجانب الإنساني فقط لغير وأكد الحاج أيضا مبعوثة البرهان أنه لا يوجد أي آليات للتواصل مع قوات الدعم السريع قال نرفض خلق إنشاء آليات التواصل بين الأطراف في السودان ولن نتواصل مع متمردين حتى قالها كده في تصرحات متلفزة يعني نتواصل مع من؟ مع متمردين وفقنا على الهدنة من باب أخلاق حيال المواطنين الذين يعانون جراء الأزمة الحكومة والجيش السودان هي المؤسسات الشرعية الوحيدة وقد اتفق معي كل المسؤولين الذين ألتقتهم يعني بيحاول برضو يؤكد أنه المسؤولين السياسيين في السودان مع رأي الحاج بخصوص أنه لا يتواصل مع المتمردين دع الحاج كل حامل السلاح لتركي وقال من يضع السلاح أردا فإنه يتمتع بالعفو الكامل وربما ينظر في إدماجه بالقوات المسلحة السودانية أما وزير الخارجية سامح شكري على مدار يومين تلقى اتصالات هاتفية أو أجرى اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق ووزير خارجية السعودية فايسال بن فرحان ووزير خارجية العراق ووزير خارجية الجزائر ووزير خارجية الأردن وأيضا وزير خارجية جيبوتي ووزير خارجية كينيا ولكن اتصال المهم اللي أعلن عنه حمدتي النهاردة أنه هو تلقى اتصال هاتفي من أسامح شكري وأعلن حمدتي هذا الخبر يعني بالاتصال الهاتفي على الموقع الخاص بقوات الدعم السريع وقال حمدتي بأنه ناقش مع أسامح شكري كل الأمور الخاصة بالأزمة أيضا كان هناك أيضا تصريحات من وزير الخارجي المصري بأنه أجرى اتصال أيضا مع البرهان كل دي طبعا محاولات ولكن للأسف ما فيش أي حاجة لغاية دلوقتي بتنبق بأنه هيكون فيه وقف لهذا الصراع اللي استمر دلوقتي ثلاث أسابيع كمان الحقيقة فيه وثيقة يعني سكانت سرية وبيتكلموا فيها عن موضوع عملية استدعاء كبرى لجنود الجيش المصري والحقيقة أن عملية الاستدعاء الكبرى دي اتضح أن هي علشان يكون فيه وضع لجعدة كبير من الجنود على الحدود الجنوبية والمذكرة يعني بيقال روسيا اليوم أنها حصلت على مذكرة استدعاء الجيش المصري لجنود الاحتياط نظرا لما تمر به البلاد على الحدود الجنوبية والمفروض أنه دلوقتي حصل استدعاء لجنود الخدمة العسكرية علشان يتم نشرهم على الحدود طبعا عملية استدعاء الجنود دي بتتم بشكل دوري ولكن هذه المرة بالنسبة للجيش المصري استدعاء عدد كبير من الجنود علشان يتم وجودهم أو يعني يكونوا متواجدين على الحدود مع السودان ويكون في عدد من نقاط المراقبة الجديدة وعدد من مجموعة من الأشخاص الذين حصلوا على الاستدعاء قالوا أنهم قدوا خدمتهم العسكرية منذ ثلاث سنوات تقريبا ولكن أكدوا أنه تم بالفعل استدعائهم من قبل القوات المسلحة المصرية طبعا معروف قصة أنه دلوقتي التوتر على الحدود لكن نتمنى أن لا تنجر مصر طبعا في هذا الأمر مصر أكدت أنها تقف على الحياد مع كلا الترفين وبنتمنى طبعا أنه مفاوضات لا تكون غدا في جدة إن شاء الله في السعودية بين وفدي قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تنبق بأي بوادر حل لهذه الأزمة إن شاء الله